بتزيد كل يوم تساؤلات الراغبين في التقديم لمسبق 30 ألف معلم اللي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر يناير اللي فات لتعينهم لسد العجز بتاع المعلمين بالمدارس وأسئلتهم بالدور عن معاد التقديم في المسابقة وإيه هي شروطها والتخصصات المطلوبة لكن الساعات اللي فاتت كان فيها بشرة صارة ليهم ده اللي هتتعرفوا عليه في التقرير اللي جاي تابعونا مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قالت في تصريحات صحفية أن الوزارة هتعلن خلال الأيام اللي جاية تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم المصادر نفسها أضافت أنه هيتم تحديد التخصصات المطلوبة وموعيد التقدم والشروط المطلوبة خلال الفترة المقبلة واللي هيتم اختيارهم في المسابقة هيشتغلوا في المدارس بداية من العام الدراسي اللي جاي 2022-2023 المصادر ذكرت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حددت التخصصات المطلوبة في كل أنحاء الجمهورية لكن هيتم الإعلان عنه خلال الفترة اللي جاية وإن التقديم هيكون على مستوى المديرية ومش على مستوى الإدارة وبيتم في الوقت الحالي إعداد الامتحانات اللي هيدخلها المتقدمين قبل إعلان نتائج القبول في المسابقة الهدف من المسابقة هو تقليل العجز الموجود دلوقتي في المدارس في كل التخصصات وإن خلال الخمس سنين اللي جايين يكون تعيين 150 ألف معلم لسد العجز في المراحل الدراسية المختلفة وده توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي والجميع هيكون لي حق التقدم في المسابقة طالما متوفر فيه الشروط المطلوبة واللي من ضمنهم الـ 36 ألف معلم اللي سبق وتعاقدت معاهم الوزارة من كم سنة وكمان جميع مراحل المسابقة هتكون إلكترونية من غير تدخل أي عنصر بشري كمان الأولوية في التعيين في المسابقة للدفعة الأولى من التعيينات اللي بتشمل 30 ألف معلم هتكون للعمل في الصفوف الأولى بنظام التعليم الجديد وبيتم دلوقتي تحديد إجراءات وتفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم 20-22 وده لضمان الشفافية والوضوح من غير أي محسوبية وكمان هتكون الأولوية في الاختيار للخريجين اللي بتنطبق عليهم الشروط واللي بتشمل نوع التخصص والتقدير العام ودرجة الامتحان والسن وهيتم توزيع المعلمين اللي هينجحوا في المسابقة على المحافظات وفي احتياجات كل محافظة ونسبة العجز فيها ده بالإضافة لربط التقدم في المسابقة بمحل السكن الموجود في بطاقة الرقم القومي للمتقدم وكمان هيتم العمل بشكل مستمر في المدرسة اللي هيتم التعيين فيها من غير نقل أو ندب وبداية العمل في المدرسة بعد المسابقة هيكون بنظام التعاقد بعدها هيتم التعيين ومرور المعلم بالمراحل اللي بيتطلبها التعيين واللي من بينها حصوله على شهادة الصلاحية والتدريبات المطلوبة في الوقت ده حذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من انتشار مستند مزيف على مواقع التواصل الاجتماعي مش عليها أي توقعات أو أختام متحدد فيها موعد مسبقة تعيين 30 ألف معلم وشرطها والمستندات المطلوبة للتقديم فيها كان الرئيس السيسي يوجه في شهر يناير اللي فات بتعيين 30 ألف معلم ومعلمة في كل سنة لمدة خمس سنين لسد العجز وتطوير العملية التعليمية واعتمد الرئيس حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بحوالي 3.1 مليار جنيه لجميع المعلمين اشتركوا في القناة